السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعاً معنا في دورة CRC النسخة الثانية محادة اليوم هي Remove Blocks المحاضرة الثامنة في سلسلة CRC طبعاً إذا ما شفت المحاضرة السابقة المنتين أكسس وغين أكسس أتمنى توقف البثابة وترجع لدرس الماضي لأن الدروس متتالية مراحلة في مدرس اليوم حقيقة إلا إذا شاهدت دخول الجهاز ومينتين أكسس Remove Blocks المحاضرة الأخيرة من مراحل الاختراق الأخلاقي طبعاً مثلما شاء النسخة الأولى النسخة الأولى ما شاء الله التقريب وصلت يمكن حوالي 3.5 مليون خلال أسبوعين أكثر مئة و ألف تقريباً مسجرين حقيقة الأقام هذه ما تهمني بشكل مركبي يهمني بشكل مركبي حقيقة أنه أسعد لما يقول ياسر شكراً أني والله استفتت المعلومة هذه شكراً حقيقة أني قدرت أخذ الشهادة بناء عليها توظفته وظيفة فرانية وما أنساها صراحة في مسقط في عمان كنت أعطي المحاضرة هناك كنت دام يتذكر 500 شخص أكثر كالبنات من رجال وكان في محاضرة في آخر محاضرة ولد رفعيدي وقال ياسر لا تعرف لها كنا أنا في قرية في عمان شاهدت المحاضرة الأولى أخذت الشهادة والآن أنا موظف في شركة أمنية مسقط والله ثم شهادة هذه كما توظرت شكراً لك حقيقة أنا ما عرف من الشخص هذا أو مرة أشوفه لكن يعطيني دافع حقيقة أنه كل إنسان عري مسلم حول العالم يجب أن يتعلم كالأولان بشكل مجاناً تقول تعلم تبغى شهادة طريقتها ما تبغى تعلم العلم العلم موجود وسهل أتمنى أنك سفهم الدورة هذه وأيضاً توصل المعلومة وتوصل الفاعدة لجارك سميلك أخوك أخوتك منذ ذكر اسمي أنا أولاً منذ ذكر ما أحتاج أهم شيء وصل المعلومة نرفع ثقافة كاملة يظل لك كل نسفين إن شاء الله طبعاً هي 15 محاضرة نحن في محاضرة الثامنة الآن هي ساعتين تقريباً لكل محاضرة ممكن أكثر ممكن أقل حسب كل محاضرة الدورة مجانية تماماً تستطيع حضورها في اليوتيوب الأصفر رجعها مرة 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 تخذ راحتك رح تكون موجودة دائماً محطة الحديث من اليوتيوب تابع حساب توتر لأنه دائماً ينزل روابط وأدوات وفيديوهات قصيرة إضافية على الدورة تابعها وتفاعل بإذن لا تستخدم لاحظ ما شاء الله خلصنا كل هذا اليوم هي إغفال أثر المحاضرة الثامنة والمحاضرة بعد إن شاء الله اختبار إخلاقي للجوالات طبعاً الاختبار في فيديو خاص الاختبار ارجعوا وشوفوا الطريقة وأيضاً نعرفوا إنه الكوبون الخاص بالاختبار تم تمديده إلى يوم 10 ديسمبر فعندك فرصة الإثمانية حالياً تستطيع استغلاد الكوبون هذا قبل ما انتهيب 10 ديسمبر والهدف تمديده من 1 ديسمبر إلى 10 يسبب تأخير بعد تنزيل بعض الدروس يسبب الصوت والدقة وتم معالجتها كلها إن شاء الله مش أتكلم عني أنا بسم الله المرحلة إخفاء الأثر إخفاء الأثر حقيقة من المراحل المهمة والجميلة لأنه حقيقة كثير جداً من السكريبت كيدي والمخترقي ينسون المرحلة هذه يجيب العيد يخترق الموقع يسوي الأشياء يبقى الأثر كامل منتجوبة البسيطة أغلى المخترقين العرب السكريبت كيدي بشكل عام من ألف المرحلة هذه ينسونها وعنده مجهة كثيرة جداً بطرقها وهذا يعطي صراحة شيء رائع أي مخترق خلاقي والمختبر والمحل الجنائي أن يعرف من يخترق الجهاز وكيف يخترق منين جاء وشنوع الجهاز ماذا عمل لاخر الجهاز وبعد الإختار كل هذه الأدلة تستطيع معرفتها من خلال هذه المرحلة طيب المرحلة هذه نعني نحن أنه بعد الـ وبعد الـ لاحظ يعني خطول أخيرة نحن نقلل من خمس خطوات تخترق الخلاق ركز بعيد أول مرحلة جمع المعلومات ثاني مرحلة ثالث مرحلة ثالث مرحلة رابع مرحلة ممتين محافظة على الدخول والخامسة والأخيرة وهي محافظة اليوم خطوات إخفاء الأدلة الهدف بكل بساطة شفت العثر الموجود هنا طبعه العثر إلكتروني هدف أن يحاول أخفيه بعد الدخول ناجح على النظام أو الجهاز وترك ساعة مدير يعني مختلف على إخفاء أثرهم حتى لا يتم الكشف عن تحركاته في النظام طبعا في المرحلة هذه يمكن أمسح اللوغ السجدات كلير كامل حدثة كامل أو الأجمل والأذكى حقيقة أنهو التلاعب بالسجدات وشي يعني أنا عندي لوغ حدث مما في النظام عشان رح شوفه قدامنا مثلا موضوع سهل كل حدث عبارة عن سطر تقريبا مثلا الـ IP هذا كلمني تخيل حدثته كله هذا يعطي وتنبيه المخترق الأخلاقي ترى انتبه مهذف كل حاجة أكيد واحدة على فعل شكرا؟ طبعا ما هو الأذكى الأذكى تتعدل عليها فتأمسح الـ IP حقك حط IP واحد آخر حطه في رأس واحد ثانية ورأس ثانية ورابعة هنا يجي الذكاء وتصعب على المخترق الأخلاقي والمحل الجنائي أنه والله كيف رحته كيف جيته طبعا من أوائل الأشياء لأول حاجة يسويها المخترق لما يدخل الجهاز تعطيه المراقبة أول حاجة يدخل يعطي المراقبة عشان ما يتم مراقبته في أي حاجة يسويها من الآن وطالع طبعا من الأشياء اللي يسويها مخترق يخفي الأدوات والبرامج اللي يتم استخدامها طبعا عندنا في اللينكس عادة عندنا بار لك هذا مجلد خاص في الأحداث قبل كذا خل أسكر هذا صراحة مثلا ونفتح شرح بسيط ودي أشعر لكم حاجة مهمة اللي هي وش معنى لوغ أساسا وين يتم التخزين يعني أبار تحمل فكرة كلها خلنا فعن باب خلني قول مثلا هنا مختلف حكرا وعندنا هنا السرق السرق عادة يكون في مخزن خلني قل مخزن للط هذا مخزن خاص بالأحداث اللي في الجهاز طبعا ما هي الأحداث عندي مخترق صحيح مخترق الآن يحاول يدخل دماغ يحاول مرة أولى يحاول مرة ثانية يحاول مثلا مرة ثالثة ونجحة مثلا في الدخول للمرة ثالثة كل مرحلة مرحلة هذة يسمى أحداث request كل واحد كل request من هذا يتم تخزينه في اللوق بين IP user agent الساعة كم ويكون داخل ما هو htp request كما عباتي مثلا هذا كل واحد يخزن سطر الثاني يتم تخزينه هنا بعد فجميع محاولات السابقة واللاهقة يتم تخزينها في ملف خاص داني اللوق مقسم مقسم حسب الخدمات يكون في قسم خاص يخزن أحداث المواقع قسم خاص يخزن الدخول وخروج بالنظام قسم خاص يخزن ssh كل خدمة عادة لها folder وطريق خاصة بالتخزين نحن باللينكس عندنا داخل bar ثم log وتحت مجموعة مجلدات كل مجلد خاص بالتخزين طبعا أنا كأمني وكمحل الأمني مفروض أن يكون موجود هنا لما أشك أنه ولله فيه اختراق أول حاجة أسويها مباشرة أروح أقرى اللوق وشو شو شو صار فيه هي تجي في عائدها same solution اللي تحاول تقرأ جميع اللوق وتظهرها بشكل جميل وبسيط الأمني فأنا أتأمني أول حاجة أشوف اللوق مباشرة إيش صار بالجهاز ما هي الأشياء اللي أعتمى عملها بالجهاز ما هو الـ IP حق المختلط كيف دخل وين دخل ما هي الأدوات تم استخدامها كلها من اللوق بس يمكن يجي المختلط يسوي ذكي يسوي تليد لكل اللوق تليد كامل هذا كان راح تدله بعد شوية عشان كده دائما المختلط أو الأمني بالله أصح أن أصبح الأمني يسوي عادة يسوي سيربر آخر لوق سيربر ثاني يصبح أي حاجة تنضاف هنا باللوق نفس الوقت تروح تنضاف على السيربر الآخر وطبعا السيربر هذا الأمني هو الوحيد اللي أكسس فيها فما عندي مشكلة مختلط حدث هذا لا يصطيح حسب النسخة النسخة عندي أنا فيكون عندي باك أب دائما لكل اللوقز الموجودة طيقة ذكية وتستخدم الخروف ومستخدم حقيقة في الكثير الأمرا عشان كده التحليل البيهيبير السلوك هذا حق المختلط أيضا إنشأنا حاجة أخرى في عندنا حاجة هنا نقدر نسويها نسميه هاني بوت الهاني بوت عادة عندي الهاي و لو انتلاكشن يعني تفاصيل مختلفة لكن فكرة بكل بساطة أنا كأمني أضع نظام متكامل وأخليه خطيئة أخليه مغري للمختلط كيف يخليه مغري للمختلط؟ أفتح مناقب أخليه مرة ويك أخليه مرة سهل الاختراق عشان يمختلط يدخل النظام شو سهل يدخليه بسرعة بدأ بيروح الصعب هذا يروح السهل هذا وأنا طبعا عندي لوق هنا وعندي كل حاجة أرافه بشكل كامل واللوق هذا كامل أخزته في مفصلة أي لوقت سنة أخزنها عن بعد وأبدأ هنا حلل إيش؟ البيهيفور حق المختلف كل حاجة سوى هنا من الدخول، أدوات، طريقة الـ IP، كل شيء سوى داخل شخص كل خزانة وهذا الطريقة حقيقة المستخدمة من قبل البرامج الأمنية مثل الـ Casper والنوتن وغيرها بس ما الطريقة لإتمعرفة البيهيفور والسلوك حق المختلف هاي تقريبا كلها نشوف من فوق عندي مختلف عندي سيربر هو يحاول يخترق الآن اللوق سيكون تخزن وأيضا مختلف كسب حاجات كثيرة من ضمنها يحاول يسوي ديو اس أتاك حجب خدمة على السيربر هذا لو سوى، السيربر يكون معطل معاته أي لوق تحاول تخزن هنا السيربر مشغل فالمختلف يقدر يوقف اللوقين هنا وسوي ديو اس أتاك على الخدمة ثانية ويعيش هنا حر من دون أي مراقبة طبعا اللوقينج هذا تخزين الأحداث والإفنتس الموجودة هنا هاي تلقائيا تخزن في اللينوكس والوينتز وغيرها يعني ما يحتاج تسويه هي تلقائيا تخزن المختلف يحاول داعي يعطلها ثم يحذفها أو يتلاعب بالأحداث الموجودة هنا طبعا هذه موجودة بالأجهزة أما كان سيرفرات أو جهاز شخصي أو جوالات كل اللوق كلها موجودة عشان كنت تحص داعما الشرطة لما تجي البحث أو المخابرات أو أستاذات غيرها في كل دول العالم أول حاجة يسوونها يروحون للجوال أو السير بالعطول لأن الجوال هذا فيه سر فيه كنز فيه إفنت فيه لوق الجوال ما يكذب أنت ممكن تكذب أنت يحتاج لك والله تحقيق وتعذيب وغيرها الجهاز لا، كل حاجة موجودة فيه كل اللوقز موجودة فيه كل شي سويته موجود لك فيه أثر موجودة في الجهاز أستطيع تتبع الأثر هذا معرفة إيش سويت داخل الجهاز هذي التقليل ما معنى اللوقز بشكل عام؟ تمنى أنه كانت واضحة طيب فهمنا اللوقز بشكل عام وين تخزن ياسر؟ في اللينكس سهلة تخزن بالبر لوق لوق على المجادة لوق متغيرات لوق داخلها مجادة كثيرة مثل المسيجز وعباتشين وستش وغيرها كثيرة يمكن أن المختلق لحد المسيجلات كون كيف ياسر؟ خلنا شوفنا على البعض مثل ما قلنا اللوقز في اللينكس في البار لوق مثل ما شوف عندنا هنا لا لكل مجلد وملف قيمة خاصة يعني مثلا شو عندنا هنا؟ هنا ملف الأباتشي فيخزن كل أي شيء في المواقع هنا المي سيكول الديتابيس تخزن هنا التمتكيشن حب دخول النظام موجود هنا السامر موجود هنا الفي بي ان فلاحظ كل الكنوات الكنوات كل ملف خاص بتخزين اللوق خاص فيه خلنا نحن مثال لأباتشي مثلا اللي هو خادم المواقع لو نشوف معانا هنا فعندنا والأكسس والإيرو والعذر في هاست اللي عندك أكثر من نظام اسمه دخول الحوصة يعني في الجهاز خلنتأكد أن جهازي يعمل كخادم وب نفتح في فيرفوكس طبعا ما غير محلي ممتاز لو الذكرونها طبقناها في الهانس الاجتماعية يعني حذفنا ملفنا حتنا خلنا عدل معاكم عشان نشوفون أيضا الطريقة خلنا قول نانو أو أقول remove RM خلنا حذف طبعا إحنا قلنا www.bar.whtml index و خلينا نسوي ملف جديد nano مثل أحد المدربين راشد كان يقول نولي و nano نانو نانو index dot hdml hi from yasser I love you all I love you all I love you all ممتاز خلنا حاول نجرب شفتك؟ هادة رسالة من عندي طبعا فيه مس بلق هنا عادي ما مشكلة فممكن تغير الصفحة كل شيء أنا لاحظة دخلت على الصفحة المرتائي دخلت المرتائي دخلت المرتائي دخلت كل refresh كل محاولة الدخول لاحظ كل connection يتم تخزينه في الوق لكل زائر طب وين موجودة ياسر؟ موجودة هنا بال access.lock خلنا شعبا ال access.lock يمكن شوي مواضح معك لكن لو نصغرها كل حدث يعتبر صدر خاص فيه خلنا شعبا صغر زيادة عشان تكون تشوفها كامل هيتفهمها ثم عادي نكبر وشو رحكيها شفين بس زوم اوت واحدة فقط يضبط معنا والله شكل اكثر محدد لكن او مشكلة بس ناقصة ال star هذي شوف عندي هنا لكل حدث سطر واحد شوف اخر واحد جربت معك شوف الاي هنا جربتها هذا هي ال IP حقي ال IP محليا داخل محليا لو انا online لو انا مستخدم حقيقي رح يبين IP المستخدم هنا ثم الوقت هذا الوقت الآن الحالي دخلت فيها طلبت get تحترى to post فهدين get to post to put to delete هذي كل ها اوبشنز معنا لاح دخلت slash يعني صفحة رئيسية دخلت ال A هنا شوفتانا ال A حاولت تدخل عليه أعطاني 104 هذي error error code النافذة ال H3P code عندنا عائلة الأرمية عائلة المتين عائلة الخمسة كل عائلة من العوائل لها أرقام محددة وكل رقم يعبر عن خطأ معين او طبعا الصح معين او شي معين عائلة المواربة ماناته صفحة غير موجودة not found شوف كده not found متين عائلة صفحة موجودة وهذا مهم هادي user age تحكي انا معانته انا يا ياسري داخل الموت زلة داخل فيه linux فايفوكس شوفت كيف يعلم من المصحة الموقع انا مين فاي زائر الموقع يعرف ضد ضبط انت مين واش نوع المتصفح جوال او جهاز ما هون روضة متشغيل والدرج النبع حق المتصفح ونوع المتصفح ويعرف ال IP حقك الكلام تشوف هنا كل المواقع عنده شي هذا مو بس كده في مواقع تاخد تفاصيل اكثر تتبع اكثر على المستخدد انا مبسوط ان فيه خطأ هنا وانه فيه A عشان شوف يدام عينك كيف الخطأ هذا يخز الموجد هنا ولاحظ B هنا كل مرة يتم اضافتها شوف ال B تم اضافتها كل request يتم تخزينا في الملف هذا والفن طبعا قلعة الملف والتنبيه وتعرف فيه اخطاء ما فيه اخطاء كله من خلال نظرة واحدة على اللوكس واحد طبعا ممكن ملف كبير خلنا حاول نكبر ملف شوي يعني نضبط ال ادخل هنا احاول ادخل الصفارة رئيسية أسأل رفريش مرة ثانية احاول مثلا ادخل هنا اشياء اخطاء كثيرة بس احاول مثلا طبعا مؤسية 1-7 احاول ازود اللوكس الموجودة لاحظة واحدة سوف بروت فورس اتاك على الجهازك كل شي موجود كل اللوكس مخزنة عشان كده المختلق عادتا اول مرحلة يسويها ان يحذف الاثر لانه كل حاجة وكل محاولة الماضية كلها مخزنة شوف هذي كثيرة كده كثيرة طرطيك امر حلو يعني اندي ارسمه تيل تيل الذيل يعني يعني جب لي ذيلها يعني جب لي اخر عشرة بس هد الرأس جب لي والله رأس الملف يعني اول عشرة بس جب لي والله التيل شايفينها؟ هنقولك مثلا التيل واحد يعني جب لي اخر سطر ان واحد مثل اخر سطر في الملف جاب لي اياه فاصلتش غير الامر هاي يعطيني اخر سطر بس اخر حدث ما هو انتعد انتو بتاعك شوف كيف اللينكس؟ كلمة لكي نبدأ اكثر بالكوماند لائن كلمة لكي عندك حرية وابداع اكثر باستخراج النتيجة المهمة اللي تبغاها انت طعا كمان في عندنا حاجنا Event Viewer هذا في الويندوس طبعا الآن يسمعني روح Start اكتب Event Viewer واطلع لك قائمة زي كده يبين كل شيء في النظام الأرور والأخطاء والدخول وخروج كل حاجة موجودة هنا أستطيع في الزر واحدة أحدث كل أيضا عندنا Registry اللي هي قاعة بينات نظام التشغيل في عندنا حاجة اسمه M-R-U The most recently used تشوفونا دائما Start في الويندوس وما تحصل أشياء مفتوحة سابقا تصار لك مباشرة اسمه M-R-U هذه مهمة أحدثها أي recent document وغيرها لأنه يستطيع أي مستخدم في النظام يعر يظهر لنا مباشرة ما هي آخر الأشياء صارت في النظام وإذا كان مختلف فبالتأكيد إنه مختلف هو اللي يجرب عليها وممكن تحذفها بكل بساطة من هنا روح هنا وعشرة Clear تحذفها أو تقدر بكل بساطة وحمل أداة هذه C-Cleaner لو ذكروا المحاضرة الأولى شو راح يسير كنين قلناها اللي هو Supply Chain الخاطر Supply Chain لأنه كان نسخة من نسخة الموجودة كان فيها Trojan Horse ومستخدم ما يدنون أبداً لكن طبعاً تم محلها ونسخة الحين موجودة سليمة لما تحمل برنامج عندك على Windows وحتى موجودة على Android تبتها ميزة تحذفها لكل ملفاتة بأقتة والCookie والHistory حقه المتصفحات والMRIU وكل حاجة تحذف لك إياه ويضغطت زر واحدة أو متجعل يعني C-Cleaner صراحة مميز وأنصح في استخدامه افترس خمط نظام مو نظاماً وتبغى تعطيه صاحبك أو ما تعطيه نظف الجهاز حتى ملفاتك كلها تروح عندنا برامج خاصة لحذف الMRIU زي البرنامج هذا حدد ما تبغى ايش نوع الMRIU Google Toolbar History Windows مثلاً History حدد الأشياء تبغى تحذفها واحذفها كامل مثل ما قلت لكم نذكرون أول حاجة في المحاضرة هذه قلت لك يعني مخترقاتاً أول شيء يسوي لما يدخل الجهاز يوقف أنه يوقف أو يعطل بالأصح المتابعة أو الlogging اللي في النظام الأول حاجة يسويها من أول مدخل الجهاز مثلاً شغل أداة زي هذه لاحظ No editing معناته الآن ما صار يخزن مما الآن ومستقبلاً ما رح يسوي الlogging لو تذكرون جربت هذه لو شغلت الأداة زي كده إذا عندي Windows مثلاً سترفريش هنا ما يخزن هنا بتلوقف كل الlogging في كل حاجة هذه مريحة جداً للمختلف صار يقدر يلعب ويخرب بدون أي رقابة مرحلة مهمة مراحل المختلف يسوي الفيديم عندنا برنامج اسمه Metasploit يعتبر صراحة يعني أو برنامج هذا منصة كاملة لجميع اختلاقات تستطيع من خلال المنصة هذي من جمع المعلومات والفحص والنمرايشن وغين أكسس وكل حاجة في منصة واحدة تعتبر كنز تعتبر أيضاً تقدر تبني داخلها سكريبتس خاص فيك طبعاً هذه مشروحة بالتفصيل المل في دورة CRC Plus طبعاً هذه غير مجانية في ماسكس سيبراين من ضمنها تخيل عشان تفهم معايا لا أنا كمخترق طلع لزي كده أي أمر أكتب هنا يطبق بجهاز الضحية ممكن أقول كلير هذا سكريبت جاهز طبعاً روبي مبنيه بالروبي سكريبت جاهز في ميتس بلويت لما أكتبها وباشرة في جهاز الضحية يغلق نظام التشغيل آسف يغلق النظام الحماية انتباه سوقفها كاميرا شفت بضغطة زر واحدة شفت السهولة تكشي ثاني أقدر أكتب كلمة واحدة كلمة واحدة فقط انتباه وباشرة النظام هذا في جهاز الضحية يسوي وايبين يعني يحذر جميع الرقم أن يحذر أثر كله من النظام بضغطة زر واحدة وأيضا يمكن أن تطبقها في الينيكسة لا أتطبق في ويندوس هنطبق لونيكسة والحاجة في عندنا حاجة سلحت لكم محاضرة الثانية ونسكر هذه وأيضا ونسكر الطوير هذا ونفتح شيء جديد أفضل شف معي لحين أي أمر أكتب هنا لاحظ بيد بري دي إيكو ينصر كل حاجة كتنية كله يخزن فالمختلق أي أوامر اكتبها في الكماند بلاين هنا مثلا تخزن يستطيع أنا دخلت النظام بعد اختراق أقدر أسوي up إذا كده أشوف كل حاجة كتبها المختلف أو أقدر أكتب history لاحظ كل الأوم كده مختلف أكتر 200 ويندوسة به أمر كلها موجودة بالترتيب هذي فضيحة طبعا كيف أسويها كمختلف سهرة جدا بعد ما أخلص أكتب history-c history-w تبقى كده معنات وحذفت كل حاجة لاحظ مكتب history حينما قال ما عندك إلا history بس يعني تخيل كتبتها فقط كل شيء المئتين وسببين كله راح عشان أضمن أنه راحك لاحظ لازم تأكد أنه موجود داخل بيتي أما الroot أو مستخدم حقك كيف ننقل؟ ننقل زي كده ثم أكتب الـ sal لاحظة عندي ملف وهو .bash history وممكن تحذف وحذف كامل تتأكد عشان منجد راح كل حاجة هنا كده كل حاجة راحة شو عندك هنا؟ نكتب جديد طبعا هو بس session سكرت الـ session هذي لحيروح كل حاجة السي حذف لي حتى الـ session الحالية فالطريقة هذي مضمنت انه كل حاجة راحة حذفنا الـ log وحذفنا الـ history في command-log طيب موجودة ويندوز؟ نعم موجودة في عندنا عادة خييفتح بشيء فتشال بوكس مشغل ويندوز في عندنا عادة اسمه clear-log تقيت تحملها تقيت تحملها من الموقع حالي clear-logs.exe في واجهة command-line ويبعا توفر واجهة رسومي تقيت افترض أنا بعد اختلاق النظام هذا أفغل أن أضف جميع الآثار وجميع الأشياء سؤالت في النظام أروح هنا download clear-logs أشغلها كليل عليها بس أضاف هذا لا أكثر ولا أقل تخيّن يمشي على الـ log-log واحد واحد ويحدثها كلها كلك خاص بالإضاف الـ m-r-u المتصفحان كل شيء يمشي عليها حبة حبة يحدثها كاملاً من جهازه طبعاً هذه أداءة واحدة في أدوات كثيرة زيها اكتب انت فورنزك يعني ضد عمليات التحقيق الجناعي لحذف كل اللوق في جهازك شوفه الآن هناك كل حذفة الـ logs كاملاً برنامج سهل وبسيط كاملاً خلينا نتقل إلى موضوع آخر عندنا موضوع خلينا نتقل إلى موضوع ثاني عندنا موضوع encryption موضوع التشفير وهو موضوع مهم حقيقة جداً في موضوع الـ remove-lux حذف الآثر والأمن السيبراني كله بشكل عام مثل ما شرحنا سابقاً في المحاضرة السابقة عندنا ملف قبل التشفير نسمي Plane Text أو Clear Text بعد التشفير نسميه Cypher Text عمليش تشفير نسميه إحنا Encryption فك تشفير Decryption طبعاً هذا Symmetric Encryption أول نوع من Encryption هو يستخدم نفس الـ key نفس المفتاح شوف نفس اللون نفس المفتاح نفس المفتاح لـ Encryption نفس سما من Decryption من غير المفتاح لا يمكن عمل Decryption ولا يمكن عمل Encryption لها خوة رزمياتها الخاصة والمختلفة هذا أول نوع Symmetric Encryption النوع الثاني Asymmetric لاحظ عندنا Public Key Private Key طبعاً يمكن عن طريق برامج تنشئها لازم مع بعض لازم ينشئ مع بعض Public و Private يعني هذا حق هذا لا يمكن أخذ Public حق محمد مع براية أحمد لا يمكن فالـ Public يساعدنا في موضوع Encryption لاحظ Plain Text ثم Cypher Text بالـ Encryption أستخدم Public Key أما Decryption فتح ما لا يستخدم Private Key أو Secret Key حق المستخدم فدائماً Asymmetric عندنا مفتاحين Symmetric مفتاح واحد فقط عندنا مفهوم مهم اسمه Jack Government Access to Keys المفهوم هذا يشرح في كل بساطة في دول كثيرة جداً تقول أنا ما عندي مشكلة أفترض أنا ياسر برنامج اسمه ياسر واتساب ما عندي مشكلة ياسر تعال وشغل برنامجك عندي في الدولة لكن بشرط واحد أعطيني مفتاح الـ Encryption حتى لو احتجت أشوف أي بيانات اللي عندي ما أروح أطلب منك أنا بنفسي أستخدم مفتاح وأفتح الملفات المشفرة وأقرأ الرسائل والصورة وموحدات وكل حاجة وكثير من الشركات أيضاً تسمح وتعضي الحكومات مفاتيح التشفير الخاصة في يظامها حتى على الأقل يسمحون أنهم يشتغلون في الدولة هذا عندنا وحوم ثاني اسمه مفاتيح التشفير المحاضرة الماضية اللي هو يعني One Way Encryption يعني مثل عندي الكلام هذا أشوف له بالطريقة هذه One Way Encryption مفاتيح التشفير دائماً مفاتيح التشفير الخاصة أو بالنصوص الشيخ النصوص راح نعيدها مرة ثانية يعني شوف الآن معنا خشابة أول حاجة هنسوني ملف أسمي ياصر هذا ملف أنجل MD5 سم ياصر يعني هذا الهاش حق ياصر ما احنا شرحنا موضوع الانتغريتي يعني هذه قيمة الهاش بمحتويات وشكل ياصر الآن لو تم تعديل على ياصر لو حرف واحد فقط يتم تغيير كل شيء شوف الآن مرة ثانية تغير شوف 7EF كان وشه 72 ومكن أيضاً أشوف النصوص echo echo chc أحط عليها pipe وحطها MD5 سم ونذي نحذف هذا في مشرحنا بالTR يحدف لي أي حاجة أبقى هذا الحين هو الهاش حق chc طيب ياصر في طريقة ثانية نعم لا تشيلهم موجود طرف كثيرة جداً جداً MD5 online مثلاً ما لا شركت أحفظ مقطع مثلاً عندنا chc الحين شوف هذا قيمة chc لاحظ أضيفه للملحنا الملح اسمه one two three شوف القيمة هذه نهايتها one eight شوف الملح one two three شوف الحين تغير شوف كيف صار E5 فالطريقة هي تقدر تشفر MD5 hash وتضيف للصوت وغيرها كله online أو بالcommand line بالwindows أو الونيكس أو أي مكان وغيرها نحن نكمل هذي MD5 sum طبعاً في غيرها للوندوز من الwind MD5 sum واجهة رسومية تستطيع اختيار أي ملف عندك في الوندوز من هنا مثلاً أو من زريني يبين لك الهاش الخاص فيه وتقارن بالهاش الثاني طب ما هي الفائدة ياسر؟ أنا أقول لك الفائدة هل لاحظت عادة لما تحمل كاري مثلاً شوفوا عندنا هنا؟ يجيب الهاش حق كاري فالنفروض لما أحمل النسخة هذي آسر لما أحمل النسخة هذي الآيزة مثلاً أشوف الهاش حقها وأقارن مع هذا لو في حرف واحد متغير إيش يعني ياسر؟ يعني ممكن التحميل خطأ أو ممكن المصيبة إنه فيها تروجن أو فيها فيروس أو فيها حاجة ومن الشركة فمباشرة ما أشغلها أبداً وأحملها من جديد هذه الفائة الهاش تكون موجودة يجد أمر في الأبنتو أعطيك يوم أعطيك مصابقة ولا لكن زيادة الخير خيري أمر جاهز تقدر أي وقت تشوف الأمر هذا أبنتو مسهل لك يا لاحظة متحمل هنا ملف شوف هنا أنا بوقف أتحي بعد شوية يقول إيكو طبعا هذا الهاش من أبنتو يعني هذا الهاش نفسه هذه الملفة يحملته سوى بايد يعني مرر هذه مررها إلى شاسم هنا وقامت إيكو 56 سوى تشيك لو جاك كده أوكي معاتو أمورك أوكي معاتو هذا الهاش ماتش ويوافق الهاش المحمل في جهازك طبعا هذه مو شرطة الأبنتو تكن تنسخ هذه واتطبقها مع أي بنام الجمال فقط ضع الهاش المطلوب هنا حت أصل بناج مطلوب وغير نوع الخبرزمية الخاصة بالهاشم طبعا في عندنا حالي اسمه ديسك إنكروكسون وهي تشفيل هاردسك كامل ويعتبر مهمة حقيقة أي واحد يسمعني حاليا ما عنده هذه مشكلة كبيرة توفر طبعا سرية وخصية وتشفيل الملفات وحماية لي طب حماية ياسر؟ أنا أقولك ليه ما نذكرون محابرتنا بالجيل أكسس يوم دخلنا في كالي عم دخلنا في كالي على نظام الويندوز وإنا ماونت وقال أنا ملف السام ودخلنا داخل طبليس وين هذا كله؟ من هاردسك غير مشفر لو كان هاردسك مشفر أنا ما أقدر أسوي الموت ما أقدر أقرى ويندوز ما أقدر أقرى السام كله مشفر فيعني بكل بساطة لو شفرت جهازك ولا أقدر الله تم سرقة الجهاز والأي حاجة لا أستطيع المخترق نفترق مصري حقك أو قراءة ملف سام وتعرض الخصية حقك وملفاتك للانتهاك فيجب أن تشفر طب كيف يحصل؟ موضوع سهل عندك الويندوز بتلكر موجود معان من ويندوز 10 professional edition أب لحظة طالع كل هذا معا 4-3 مجالة جلبة عندك هلال إذا عندك ما تلك شيء الهم موجود بالفايل فولت شو عندي أنا بعد؟ من هنا Structured Privacy هنا فايل فولت شغالة شو هنا؟ is turned on أقدر أقرى وقفها لك ما توقفها معناته في حالة اقتال الجهاز ملفات كله مشطر ولكن الآن الآن جهازي الحين شغال معناته لو انصرق الآن هو شغال ملفات كله مقرؤة لكن طبعا نكون حديث بجهازك لك في حالة اقتال الجهاز ملفات كله مشطر أنا ما عندي مشكلة خلي فرمت الجهاز ويستخدم إذا انصرق لكن أنا أهم عدم نبطلع على ملفاتي الخاصة في النظام هذا برنامج مميز ومن أفضل برامج حقيقة للطلاب أو متدربين وحتى طالب الدكتورات أو مجسيلا وحتى الباكريوس يدرس هذا في جميعات الباكريوس لإنكريبشن اسمه كريبتو تول كريبتو تول كريبتو تول مجاني فكت تحملها فورفري مجاني الميزة الأسسية في البرنامج هذا إن يوفر حقيقة جميعات كريبشن في مرصة واحدة سيمتريك على أي سيمتريك على هاشا كل حاجة في مرصة واحدة إن فتحت ملف معين شوف ملف مقروء بلاين تكست لاحظ شوف فرطه الآن بالدس شوف كيف سايفر تكست فتستطيع من تشفير مفات وقراءتها وتغييرها كلها في منصة واحدة صراحة كنزة والدروس لا تشيل همها مليان الدروس في اليوتيوب وغيرها والمواقع مشروحة بالتفصيل الممن نعتبر هذه من أهم وأشرفين هذا مثلا يوتيوب هذا شمين يوتيوب من أشهر الأدوات الموجودة في كل مكان الطلاب كلها مستخدمونها في الدرس هذا تسعى دقائق وستطيع تشفير الملفات وإرسالها إلى زميلك وفكها من خناس البرنامج يعني من جد برنامج المهتم في الإنكريبشن المطالب أو باحث علمي لا يفوتك البرنامج هذا سهل جدا طبعا أنا كبرمج كياسر ممكن مباشرة استخدم أدوات كالي وغيرها ما حتاج أداء هذي لكن مثلا هذه سهلة جدا لأي واحد حتى غير المبرمج ويضغط الزر واحدة يسوي كل حاجة لأن المبرمج جميع المكتبات واللايبري في standard encryption زي ISO كلها موجودة في كل لغات البرمجة تقصرون بسهولة هذي المثال خلنا أخذ مثلا كيف منجد تقفل الملفات وكيف تقفل الملفات يعني encryption لها وكيف نجد نسوي cracking لها هنا مثال لاحظ صويت ملف نصي معنا بي عاصلت التكست وضعت فيه كلام ثم ضغطت الملف في الزب شوف هنا هذي password 1 2 3 ثم شوف ملف موجود هنا ملف النصي موجود ثم استخدمت أداء if crack z موجودة هذي في كالي كيف تقفل كيف تقفل النوع هو حروف فقط أنا حددتها عشان أكون سريع جدا اللمث الطول من حرفة الحروف الرقم السري 1 2 3 عشان أسهل الموضوع أسرع يعني وهذا الملف شوف أعطوا الفكر لياه 1 2 3 بعدين صويت أنزب شوف أفتحته هنا ملف خلنا جدنا بعض وخلنا شوف شوف معنا أول حاجة خنسوي مجلد جديد سنكون الدنيا مرتبة خنسوي مثلا Encryption موجود وريد Encryption طيب لا تزال خنسوي مجلد الثاني يسميه CRC Encryption خلنا ننتقل للCRC ممتاز ممتاز خنسوي مرة فبعض نسوي نعنو متل نسميه أو بسميه ياسر dot text hi this is ياسر i love you all ممتاز احفظ الرسالة هذه احفظ الرسالة خاصة أبغى شو موجودة هنا ش هتعكد سوي كات تعلمنا كات واستخراج محتوى هاته ملف كان يلا شو هاته ملف كاما موجودة طيب كيف اضغطها هاته موضوع مرة سهلة زب هذي أداة موجودة في تعلم تلت تحملها في أي مرصة وبنتو أي شي دينيكس يعني عادي جدا شاب أي شي اشرحوا الآن ترى ماشي على كل أنظمة تالينيكس وليس يعني مو بشرط كالي أي توزيع من توزيع تالينيكس داش داش باسورد وانتظر والله سميها مو ياسر خنقل مثلا chc.sub من ملف اسميها ستتكست يعني ما في المخرج اسمه chc وحاول تأرشف أو أضغط ملف فعلا انت done ضغط 300 خنقل خنقل نتأكد تشوف عندي chc وعندي ياسر خنقل نحلف ياسر ياسر محتاجو خلاص شوف الآن ملف مضغوط واحدة موجود خنقل نحن نسوي أنزل أفتح الملف شوف chc كم رقم السري بدخل رقم واحد يقول خطأ واحد خطأ واحد فعندماعة في الرقم السري ما أقدر صراحة أفكر الملف طب كيف أقدر حليل المشكلة هذه أفترض عندي جهاز عندي ملف شخصي من سترقم السري حقه نحمل أداة اسمه ifcrackzip موجود مثبة عندي مسبقة ممتاز فقط شغله هنا تقول له برودفورس اتاك النوع الرقم السري هو أرقام طبعا أنا سهلت الموضوع ما تخليه ليس أرقام تخليه أرقام وحروف حروف صغيرة حروف كثيرة علامات خاصة زئيات وغيرها كلها تكتبها هنا أنا بس من نوع من السرعة كتبت فقط أرقام لأني عارف أنه فقط أرقام إذا انت عارف الرقم السري أرقام فقط اكتب أرقام عارف حروف أكتب حروف فقط لأنه برودفورس اتاك ثلاث خانات من واحد الى ثلاث قد يكون رقم سري واحد او قد يكون ثلاثة او قد يكون ثلاثة بحالتنا ثلاثة انا قلت له جرّ من خانة الى ثلاث خانات اخر حاجة بل في مدرد شوف نعم انا بضغط انت ابيك تحصل شوف حين مباشرة تضحني ما جاب رقم السري في خطأ هنا على تشوف ايش المشكلة بس برقاء اوكي بحاسفورد ثلاثة بحاسفورد يمكن شوفرت بطريق خاطئ اخنا شوف ايش المشكلة بسيبة بحاسفورد 1-2-3-6-6-0.1 ثلاثة بحاسفورد بحاسفورد وكتاب كل مضبوط طيب إف كراك زيب بيقول لفورت فورس هتاعد كاركتر عرف واحد الطور 1-3 مضبوط شوفينا اوكي انا عسف شكيشة شكيشة رازم جرن داش وتلكن انا قلت له اوكي فكلي لكن ما حدثت هادي الـ options هو يحدد ايش تبغى ملف بالضبط تسوي ديكريبشن عليه او تسوي بروت فورس اتاك عليه برأسة شوفنا ركز معنا انشاء ما انفضة حيضغط معنا ركز شكيشة للصراعة ونجدت الضغطة مباشرة وجاب الرقم السري ثريع جدا كان الرقم السري 1-3 ديكريبخاني تأكد سوي n-zip c-c 1-2-3 فقمع شوف الان جابه شوية بس c-c ما في عصر حدفته انا خاني تأكد ملف موجود ولا محدود شكيشة كل شيء موجود النص موجود كيف الموضوع السهل؟ هذا الميز لك تطبقه معك حقيقة في الأمبلة اللي عندك ملفات مضغوطة ناس الرقم السري حقها وغيرها الكثير خلينتقلي موضوع أخير في المحاضرة هذه اللي هي BDOs Attack اللي هي الحج الخدمة خليننا أخذها الحاجة DOS Denied of Service Attack الفكرة بكل بساطة تخيل معي ناس كثير جداً يتحاولوا يدخلوا الموقع حقي أنا من هذه ما عارفة يدخل معي هل هو شخص سري موقع سري يعني بكل بساطة خلين نرسمه هنا تخيل معي افترض أنا عندي موقع عندي مستخدم طبيعي مستخدم طبيعي و لكن المشكلة عندي هنا مخترقين بوت نت كاملة عندي واحد و lil off أنا بالنهاية افترض ان قدرة تحمل موقع خمس أشخاص في الوقت افتر تزودنا مخترق زيادة هنا مثلا برّا دخل معنا الآن ستة يدخلون طب أنا قدرة خمسة افتر أنا خدمت هذولا والمسكين هذا ما لمجال يدخل والمشكلة هذا بناعي يعني يوزر حقيقي وهذه الحقيقة إما هذا مخترقين أنا ما عرفنا أضعت مساحة خاصة في موقع المخترقين بالنهاية المستخدم الطبيعي ما في مكان تخيل أن تدخل على تويتر تحصل معلق عليك ولما يدخلك مع الوقت تسحب على تويتر خلاص ما تدخل على تويتر هذه البساطة حاجة بخدمة لكن ليس الهدف الأساسي والهدف الوحيد هو حجف خدمة أقفال الخدمات يمكن تعطب خدمة وذلك ما تصير لوجين وتصير اختراق بعدها يمكن أن تكون جيدا أثناء الاختراق حتى تشتد التحقيق الجناعي في أكثر من طريقة وأكثر من حدث فهي عبارة عن هجوم منظم على شبكة معين هدف أنك تبطأ عن نظام أو أنك تقتل نظام كاملا فذكر أني مستخدم عادي وثاث مخترقي دخل مثلا على سويتش في شبكة وعندي أمير سيربر ويب سيربر ذات بيس سيربر أنا كأمني هنا أنا موظف موجود هنا كيف أعرف أنه والله هذا مخترق جاءت تصير منه وهذا مخترق أو هذا طبيعي هذه أو مشكلة كبيرة جدا تواجه أغلب أصحاب المواقع أو البلعام الجوية عندنا مفهم ثاني لاحظ هنا قلنا DOS لاحظ DOS Denied of Service Attack يعني لأ Distributed DDoS أزياد D معاتوا عندي مجموعة كبيرة من الناس أو المخترقين هنسميح لنا بوتنت طيب ما هو الخطر ياسر الخطر مصير تعطير الشبكة مصيبة تخيل خسارة تخيله نوقف في البنك خمس دقائق ما يشتغل موقع البنك تشوف كم من الخسائر كبيرة تخيله نوقف أبشر متنة ساعة أو غيرها تشوف المشاكل التي تصلي من وراها السمعة تخيل الموقع توترق ولا سنابشات كل مرة معلّك كل مرة معلّك كل مرة معلّك خلاص السمعة تصارت مي كويسة عند الناس صار تروح من البدائل المنافسين وتخيله موقع سنابشات أو تويتر يمكن تعطي المؤسسة أو شركة كامية عن العمل بسبب أنه والله الإيميل لا يعمل أو الموقع لا يعمل مشاكل حقية وواقعية أعطيك قصة ثانية أحد زملائي دكتور مدير تخيلة معلومات في أحد الجامعات منهم الذكر أسمع يقول ياسر عندهم طالب بصورة مشكلة كبيرة الطالب هذا هذا موقع الجامعة طبعا وهنا الطالب موقع الجامعة موجودين يقول الطالب هذا مشكلة كل ما يتنزل الدرجات ما يتحجب الدرجات يسوي ديس هذاك على موقع الجامعة موقع الجامعة يطيح مدير الجامعة يكلم مدير التقنية ليه وما ليه يصبح المشكلة فوق دكتور مدير دكتور يعني مكتب تحله وما عندي فريق مؤهل لحل المشكلة هذه إيش سوا؟ يقول دائما طبعا معروف ان الجامعات كلها والشركات كلها يخذون Direct Connection طبعا فعندك في البيت يعني كان اشتراك حقك في البيت في النت لكن يخذون ساعة أكبر من اتصالك في البيت فمثلا خلني يقول STC على موبايلي ولا دو وليت اتصالات موفرة انتنت للجامعة هذه ممتاز؟ فالطالب لما يدخل ما يدخل وما شخص يدخل أكيد من اتصالات من هذا الاتصال حقها ثم يمر من هنا الكابل ثم يتصل عند الموقع الجامعة ثم يتصل عند الموقع الجامعة تم الرد جزيك كده فالشركات الاتصالة توفر بضعهم حماية وخدمة من الطبقة الي هنا طبقات ال ISP Internet Service Provider ما شو تقول؟ شركات الإصدافة وشركات المزودين الخدمة تقول يا جامعة أو يا عمي لا تشلهم أنا عندي فريق مؤهل هنا أقدر أساعدك في حجب اللي هو حجب الخدمة يعطي حجب الخدمة وأرسلك فقط يعني مثلا هنا مخترق ستودان طالب يحاول يخترقك خلني يقول مثلا الطالب هذا الكونيكشن حقه أحمر دميازة هنا يوقف ما يوحد الجامعة أما يجي طالب حقيقي طالب بناي طالب حقيقي يدخل موقع الجامعة يدخل هنا اتصال حقه يمرر إلى موقع الجامعة طب هادي شو نسميها عادي يسمونها Clean Traffic أنا أبيع لك خدمة أنا أعطيك اتصال نظيف لا تشينهم الفريق أو البرامج أعطيك بس اتصال نظيف ما في أي أعالج كل مشاكل والطبقة اللي عندي لفوق في برامج انتدوز أتاك بغيلا طب هادي خدمة حلوة لكن لاحظ الجامعة تدفع شهريا حوالي ميتين وخمسين صار دماشت نجيزه العربية لك مشكلة ميتين وخمسين ألف ريال أو ألف درهم شهريا يعني بالسانة تخيل أربع عمضي خمسة بنيون تتكلم مبلغ ضخم جدا جدا يعني عشان تكون فاهم أي واحد معنا مو بالخريج خلو نقوم مثلا 2 USD هنقوم بثلين وخمسين ألف تخيل يعني ستة وستين ألف دولار شهريا تخيل بس عشان تسوي الخدمة هذه أنا قلت له لو أنا بذلك كنت وظفت الطالب هذا الطالب اللي يقوف وظفته عندي في الشبكة ولدفعه راتب خمس آلاف فقط وظف معه الزيادة بعد طلاب آخرين ودربهم ما يكلبهم كل عشاء آلاف إلى خمسين ألف خسارة كبيرة جدا وحرام عيب يعني ما عندك فريق والعيب الأكبر أنك تستمر بالشهادة يجب أنك توظف الطلاب ودربهم أو الخرجين وتحاول ترفع مستواهم بمستوى الجامعة ككل وتقلل الميزانية بالأسف كثير من مدرات IT يقول أنا ما أهمني ميزانية ما عندي أنا ما أهمني حاجة إدفع فلوس هذه مشكلة كبيرة فأعتمنا واحد يسمعني حاليا يكون عنده قدرة تقنية ويحاول يوعلي معه حدفي أنا وأنت كتقني ما نأخذ أي شيء جاهز ونأخذ أي شيء غالي نحن نبحث عن الحلول الأفضل والمناسبة في البيئة اللي فيه هنا في أقل تكلفة ممكن ممتاز مثل ما قلنا في عندنا حاجة يسمح بوت نت يعني هذا بوت وهذا بوت وهذا بوت وهذا بوت كلهم مثلا بوت نت وهي حلقة أو مجموعة الضحايا هكذا يعني طبعا نحن نسمعهم بوت أو زومبي نفس المعنى فالمختلق هذا عنده تو بوت نت يعني توصل معه باشار تقول الآن تدخلوا كل كمل الآن إلى الخادم هذا فالموقع ما يتحمل عندنا باوند اتاك باوند اتاك باوند اتاك صراحة مفهوم مهم جدا نحن نفهل مفهوم هذا لحظة لكل سيربر هذا مثلا السيربر مثلا موقع ياصر دوت كوم وهنا مثلا قلنا نقول مستخدم واحد مستخدم تاني مستخدم تالث عشان سهل لك مفهومة باوند اتاك تخيل هي قائمة البيانات التي تأخذها في النت أنا مثلا اشتركت في اتصالات أو دوم باقة جوال 4G ثلاثة قيقة أنا عندي ثلاثة قيقة لو خلصت بأول يوم رح اتطر عن طل نهاية الشهر ويجدد ثلاثة قيقة ثاني لكن رح يكون النت مرة بطيء صح ولا؟ عندك اشتراك فدعم الشركات اصطافة زي كده في الكلاود يعطيك مساحة افترض يعطيك وان تيرا بالشهر انتهى موقع كثير مرة بطيء هالي مشكلة كبيرة أو تاخذ زيادة بسع فلوس زيادة أي اما كده أو كده افترض خلني قول مثلا أنا عندي مو ان تيرا عشان تكون سهل على الحسبة علينا خلني قول خمسة جيجا بايت افترض المستخدم هذا حمل من عندي ملف حجمه 2 جيجا ومستخدم هذا حمل ملف مئة حجمه 3 جيجا يعني ترافك الحقي يخلص المفروض المسكين هذا المستخدم يدخل موقع الآن موقع مرض بطيء أنا باختراق هذا الهدف إني أستهلك الباوندث حقيك أخلص الباوندث حقيك يسمى هذا الشيء باوندث يسمى ترافك يسمى ترافك يسمى ترانسفير نفس المفهوم لا تشيلهم كل مفهوم واحد طبعا هذا B وليس H هدفك أي اختراق أخلص الباوندث أو ترافك حقيك حتى أرفع الفاتور عليه كي تدفع زيادة ولكم بطيء على المستخدمين يعني لقافهم جديا تخريبي هدف تخريبي هي باوندث أتاك عندنا هون ثاني يسمى أبليكيشن لبل أتاك ألو اختراق طبقة الابليكيشن مو طبقة النيتوارك يعني مثلا أنا عندي بحث في موقع حقي المتاز لما تبعدين كلمة ياسر يأخذ البحث مثلا في الموقع خمس سوالي افترض مئة واحده و ياسر بنفس اللحظة فمعناته الرام و سيبيو ارتفعت وصار الموقع مره بطيء وصار بطيء قال له كل المستخدمين سويت أنا أتاك و هجب خدمة و الابليكيشن ليه الديتابيز و ليس الشبكة و ليس الجهاز هنا ايضاً و عندنا أيضاً و عندنا سن حد ذكرون يوم شرحنا بسكانيك سن و سن آك و آك هنا ما يسوي سن و سن آك و آك يسوي بس سن سن يفتح الكنيكشن بس معاك فيعبي الكنيكشن بالسيربر حتى لو جاءوا مستخدم حقيقي في نان يوزر حيث يدخل على الموقع و يقول موقع مشغول ما يضغط الكنيكشن و من مستهلك كل الكنيكشن بوت برامج فاكس كلها حسناً هذا السن أتاك زي كذا راحث السن و سن آك لأ بسن سن سن يعبي الكنيكشن بسرعة و تخيل فيه أدوات بالدقيقة ترسل مئات آلاف الكنيكشن هذه مشكلة كبيرة مثل ما قلنا البوت نت هي مجموعة من البوت والبرامج تحكم فيها آلياً عن بعد زي كذا راحث بوت 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 يعني جهاز واحد أنا جهاز ثاني و كلنا نحن بوت نت و المختلق هنا يتحكم فيهم عن بعد يعني مختلق موجود هنا يرسب أمر و الكل كما الآن ادخل على موقع ياسر طبعاً كل البرامج المستخدم لا يعلم وهذا خطيرة جداً كلا سيقول ياسر انا جهازي آمن مخترق اشترك و ممكن جهازك مخترق ولكن المخترق ما ينبغي يفضح نفسه كل شيء بالبرامج يرسل و يخترق زي كذا لاحظ ذكرون cnc command and control اخذناه في اول محاضرة عندي مخترق لاحظ عنده سيرفر خاص فيه و يتحكم بالبوت نت خاصة اخترق زيادة ارسلهم للبوت نت فاعبي البوت نت زومبي او بوت كلهم بوت نت افس الامر كلهم الآن كلك يدخل على الخادم هذا الخادم ما يتحمل حاسمي هذه البوت نت و تحكم فيها عن بعد command and control سيرفر في برامج كثيرة لاحظ معنا سهلة جداً بس حط الرابط او الIP و ضغط start يرسل لك عشرات الالاف للريكورد طبعاً بسهولة الموقع مثل شغل اللوك يعرف من مين جاءت صار لكن ايضاً فيه و بروكسي فيه طرق ثانية للتخفي فيها لاحظ برامج سهلة ضغطة زر بس حط الرابط بس انتر يرسل لك عشرات ومئات الالاف من الريكوست او سهلة جداً لاحظ برامج موجودة فالبايثون موجودة تقول طوره الآن تسمع طور البرامج ترسل عشرات ومئات الالاف الحزن بأي خدمة لاحظة بالاندرويد موجودة حط بس الIP او موقع يرسل عشرات ومئات الالاف الريكوست الفيكة المحقيقة طيب ما هو الحل ياسد الحل المرة بسيطة عندك حلين بشكل عام القتل او التحمل اللوت بلانسينج ما يعطي بكل بساطة انا اتحمل الضغط اجد ضغط مرة كثيرة ارفع مستوى السيفرات اندي واتحمل الضغط لم اقدر احل المشكلة النوع الثاني القتل كيف القتل احاول اتعرف على الحزم الحزم الاتاكس وحاول اشيلها كيف يازم زي كده مثلا لاحظة لو يرسل لي وفيه الكلام جاهز كده اقدر اشوف البكت وشوف الكلام هذا او اصوي قاعدة واحد بجدال الناري اي حزمة جيك على بور ثمانين فيها الكلام هذا فاقدر احدث كل الاتصال السيء وبس امشي الاتصال الجيد هاي يحتاج خبرة شوي في شبكات بجدال الناري مفهوم جميل جدا لدقائق او ثواني بس مفهوم مهم حقيقة مفهوم بكل بساطة اركز معا افترض انا عندي سيرفر واحد وعندي مستخدم مستخدم واحد مستخدم ثاني مستخدم ثالث الان افترض الموقع حقي يتحمل مستخدم واحد افتراضه دخل هنا الان سيرفر الحقي شغله كويس دخل واحد ثاني طيب ما هو الحل ياسر الاخترانة حاجة اسمه load balancer حطوا هنا load balancer حطوا هنا بالباكراوند نزود السيرفرات عندك واحد لا حط اثنين حط ثلاثة حط اربعة وبناء عن request يقدر load balancer يحول هذا مشغول يلا ودي الثاني جاء الثالث هنا يلا ودي الرابع ذاكرا ويحاول يحط الضغط على مجموعة من سوا طبعا هذا نسخة طبق الاصر عن هذا فالمستخدم معارفة من داخل اي واحد بالنهاية كلهم يخدمون نفس بعض load balancer اكثر انخواريزميا بعضها انه كل connection يمروا عشوائيا بعضها لا على كل connection يحط session فيها عشان يعرف انه هذا يوديه بس الاول وباشرة اما هذا هو الثاني يختلف حسب تركيبة load balancer فيه طبعا ممكن تصويها آليا يزود وآليا ينقص حسب الضغط اللي عندك هذه الميزات cloud computing مفهوم مره مهم جدا load balancer مثل الاختصار الب هذا ان شاء الله بذين الله نهاية المحاضرة لمو بلوكس حذف الآخر اتمنى كانت محاضرة بسيطة مفيدة وطبقنا اكثر من حاجة اتمنى تطبقها تسير منها اذا عجبك المحاضرة والدور اغطينا لايك واشترك بالقناة ولا تنسانا من التعليقات المشاركة وشقنا جزيلا ولا تنسانا من حزن دعاكم انظرك في المحاضرة القادمة وفي امان الله مع السلام اشتركوا في القناة